تعديل سيارات الديزل من إنتاج فولكسفاجن سيكلف الشركة كثيراً فالأمر لن يتصر على استبدال برنامج السوفتوير وأنما سيشمل أجزاء أخرى كاملة لهذا تفكر فولكسفاجن في إغراء عملائها بعروض خاصة لاستبدال سيارتهم وبذا تستطيع الشركة التخلص بسرعة وبدون تعقيدات من تعديل ملايين السيارات واعتباراً من أول يناير المقبل سيتعين على فولكسفاجن استدعاء مليونين وأربعمائة ألف سيارة في ألمانيا وحدها والجدل حول فولكسفاجن لم يتسبب في أضرار لصناعة السيارات الألمانية حتى الآن الوضع الحالي والتوقعات يسيران على ما يرام وهناك زيادة في المبيعات كما أن الإنتاج سيشهد قريباً ارتفاعاً ونحن نتوقع الذي سيتخلع شراء سيارة من فولكسفاجن فأنه سيتجه لشراء أوبل أو مرسيدس أي سيارة ألمانية في كل الأحوال الأكيد الآن أن فولكسفاجن فقدت لقبها كأكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم فقد استعادت تويوتا اللقب بعد أن أنتجت هذا العام سبعة ملايين ونصف المليون سيارة أي بزيادة بنحو ستين ألف سيارة عن فولكسفاجن